طيب عايز اقولكم ان دول بيجهز حاجة للمسرح من انا بنتكلم على المسرح هو ايه من المسرح اصلا طيب وين يبقى اخبار المسرحين عارفة ان انت الفترة دي عندك بروفة وبتجهز لنا مسرحية جديدة ان شاء الله باذن الله يعني اه قبل ما نكلم عن المسرحية الجديدة طبعا انا زي ما حضرتك قلتي يعني متشكر لكي على فكرة المسرح دي من ابناء المسرح يعني من زمن الزمن يعني اخر حاجة كنت اعملها في المسرح عدت فترة حوالي سنين كتير يعني ما عملش مصرح لغاية ما عملت جالي الملك لير مع دكتور ريحي الفخراني واخويا المخرج الكبير استاذ مجدي الهواري وكانت المسرحية من اخراج الاستاذ المخرج الكبير تامر كرم وكيفت اوي انا كمعاتف ببساطة اه امبساطت اوي سهل مع دكتور ريحي الفخراني الملك لير اه حاجة ورا الخيال يعني طبعا ورجعته الجمهور نويت فرج على النوعية دي من المسرح دي مش حاجة سهلة ده كان عبقري ورائع وكان مخيف بالنسباني من ناحية تانية ان انا تخيلت ان انا خلاص يعني مش هعرف اقدم انا كنت خايف اقدم مسرح اصلا فكوني ان جالي ملك لير وعملناها وعندنا كزا سيزن وكل حاجة ان انا اخاف اقدم حاجة تانية الى ان بصراحة اخويا ومديري العظيم يعني استاذ اهاب فهمي والمخرج وهو مدير المسرح القومي واخويا المخرج الكبير استاذ محصر رز عرضوا علي تنويعة جديدة من مصرحية بيج مليون وسميناها سيدتي انا مع التشجيع المستمر لاستاذي لترلي حرفيا يعني استاذ خالق جلال وهو مدير البيت الفني للمسرح ورئيس قطاع انتاج الشؤون الثقافية لوزارة الثقافة انه نعمل حاجة شبه كده نعمل كده كل دكم وخشبة المسرح القومي دي بقى موضوع تاني موضوع تاني موضوع تاني ان انت تقافي على خشبة المسرح القومي اللي هو تاريخ مصر المسرحي من التلاتينات ويكاد يكون العشرينات الى الان في حوالي مئة سنة وقف على خشبة المسرح دي كبار نجوم العالم العربي وعلى رأسهم وبلا فخر وبقوة وبفرحة الممثلين المصريين العتاولة كلهم على هذه الخشبة فالخشبة دي ليها زخم وليها شكل وليها عبق هتغششني حاجة عبق هتغششك بس اكملك بس التفصيلة الاخيرة من قد دي بس انا شرحت الفكرة المسرحية دي شاناس توعب فكرة المسرح القومي دي حاجة كبيرة قوي فلما جات لي مقدرت شرفه والنجمة الأمر حبيبتي واختي واللي اتشرفت بالتعامل معها داليا البحيري كل دي مقاومات وعوامل وعناصر يعني خلتني اروح زاحفا وجاريا ومحبا ان انا اعمل مسرحية سيدتي انا على المسرح القومي مع النجمة داليا البحيري الدور بقى ما شفتهم تغششني بنهار زربة بصي يعني هقولك حاجة هي بيج مليون بتاعت برنرد شو هي تنويعه او هي الاسطورة بتاعت الفنان اللي صنع التمثال بأديه وبعد ما صنع التمثال عجبه ودعا لها انها تنفخ فيها الروح فالتمثال تحرك وحبه وبعد ما حبه ابتدى يتحكم فيه فرفض التمثال فكسر التمثال فحس انه خسر حاجات كتير في حياته دي التنويع دي دي الفكرة الاساسية التنوعات اللي حصلت عليها كتير جدا على مر الزمن يعني استاذنا فؤاد المهندس قدمها في سيدة الجميلة قدمها في عائلة محترمة جدا قدمها في هالة حبيبتي وحاليا ممكن اخويا النجم الكبير احمد السقا بيقدم نفس النسخة اللي قدمها العظيم الاستاذ فؤاد المهندس سيدة الجميلة والاستاذ الكبير اشويكار يمكن تقريبا بنفس الدكور بنفس الالحان لأستاذ حلمي بكر بكل حاجة فدي محاولة جميلة ورائعة لتقديم هذه الفكرة لكن احنا في سيدتي انا احنا مقدمين بيرنرد شو حتى بالتفاصيل بالاسماء الانجليزية بفخامة الاسطورة بكل التفاصيل مع الحفاظ على فكرة ان احنا مقدمينها بشكل كوميدي فارس ولكن بين قصين يتناسب مع قيمة المصرح القومي والمشاهد دلوقتي